شهد محافظ أصيوت هشام أبو النصر ختام أعمال لجنة تقييم مشروعات المبادرة الوطنية الخضراء الذكية في نسختها الثالثة لاختيار أفضل 18 مشروعا ضمن الستفئات التي تتضمنها المبادرة للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية وأوضح المحافظ أنه تم تقييم جميع المشروعات المتقدمة التي بلغ عددها 43 مشروعا وفقا للشروط والمعايير التي حددتها اللجنة العليا للمبادرة مشيرا إلى أنه سيتم إرسال المشروعات الفائزة إلى اللجنة العليا للمبادرة الخضراء الذكية بالقاهرة للتقييم النهائي وأعلان الفائزين للمشاركة في مؤتمر المناخ كوب 29 بدولة أذربيجان